مساء الخير يا دكتور ازاي حضرتك انا مامة لوليا اربع سنين كنت عايزة اسأل حضرتك المصل لتخفيف نزلات البرد المفروض المعاد الافضل معاد ان احنا نديل اطفالنا وكنت عايزة اسأل على بودر حد قالي على بودر المفروض بيعلي المناعة فده ينفع ولا لا لأ لسن اربع سنين وقدي قبل الشتاء ولا في بداية فصل الشتاء طيب زي ما شفنا السؤال وده يعني فرصة حلوة الحقيقة ان احنا نشجع حضرتكم انكم تبعتولنا زي امامة جوليا وزي ما ان اخترنا كده مجموعة من الفيديوهات والرسائل الصوتية علشان حضرتكم يعني تعرفوا ان الموضوع مش صعب خالص وممكن حضرتكم تبعتولنا الاسئلة فعلا في اي شكل ممكن هنرد بقى على حضرتك دلوقتي وعلى كل السادة المشاهدين اللي بيدوروا على الاجابة الحقيقة ان مصل الانفلونزة من الحاجات المهمة يعني فيه طبعا ناس كتيرة بتتعامل معها لانه يعني بيحصل ممكن بعدين نزلت برد او لا يعني انه مش واقع ولكن الحقيقة في التغيرات الاخيرة العالمية يعني وخاصة بعد كمان كوفيد او بعد فيروس كورونا ربنا يعافي الجميع اصبح هناك ضرورة للحفاظ على تعاطي مصل الانفلونزة سنويا كل سنة وفعلا هو بيقلل من فرص اصابة حدوث نزلات البرد في فصل الشتاء على فكرة مصل الانفلونزة ينفع للاطفال بس بشرط انه يكون اكتر من سنة يعني الاطفال يكون سنهم اكتر من سنة وطبعا فيه ناس كتير بتخاف تديه الاطفال لكن اكتر من سنة الموضوع امن بالنسبة يعني ده يبقى اجابة هيلة ان مامة جوليا بتقول هي جوليا عندها اربع سنين تمام طيب ايه افضل موعد هل نديه في الشتاء ولا قبل الشتاء ولا ما الى ذلك الحقيقة انه المصل ده تحديدا بيتاخد والجسم بيكون اجسام مضادة هي بقى اللي بتحمي الجسم من نزلات الانفلونزة على مدى فترة زمانية علشان كده افضل موعد لتلقي لقاح الانفلونزة الموسيمية بيكون في نهاية شهر اكتوبر من كل سنة يعني خلال شهر اكتوبر او من نهاية شهر اكتوبر ما نزودش عن كده لانه عشان الناس نستفيد يعني عشان الجسم يستفيد لانه الفترة دي بيبقى بعد ما المصل بيتاخد بيبتدي بقت يتكون الاجسام المضادة اللي بتحمي الجسم من نزلات الانفلونزة بعد فترة يعني بعد اربع او خمس شهور بتبتدي الاجسام المضادة دي تقل فبالتالي إحنا عايزين نستفيد من المصل يبقى نديه في فترة شهر أكتوبر بشكل عام والموعد المثالي بيكون قرب نهاية شهر أكتوبر اللي هو برضو لو فيه متابعين لنا من الدول العربية هو نهاية شهر تشرين الأول لأن فيه طبعا ناس يعني طبعا كل ناس عارفة شهر أكتوبر لكن برضو فيه بلاد كتيرة من الدول العربية زي لبنان مثلا وسوريا بيبقوا هما بيتعاملوا بالشهور القبطية وبيبقوا هما يعني فاميليار أو عندهم ألفة معاها أكتر فهو نهاية شهر أكتوبر اللي هو شهر تشرين الأول باقي السؤال بقى والحقيقة أن دي نقطة برضو لا تقل في الأهمية بتقول كنت عايزة أسأل على باودر المفروض أنه بيعلي المناعة وهل ينفع أديه ولا لا الحقيقة أن الباودر ده هو أحد الأدوية المحفزة فعلا لجهاز المناعة صح لكن هل المفروض الطفل ياخده؟ الإجابة لا المفروض أن الطفل ياخده في حال تشخيص طبي بيقول أن الطفل ده لديه مشكلة في المناعة بمعنى آخر الباودر ده أو الدواء ده الدواء ده تحديدا يعني ما بيتخدش كده حتياتي ما بيتخدش اللي هو إيه أنا أديه بقى لابني أو بنتي عشان نستفيد ويبقى المناعة بتاعته كويسة لا هي المناعة كويسة وإحنا عملنا حلقة شهيرة جدا عن المناعة أرجو أن حضراتكم ترجعوا لها في أرشيف يحكى أن المناعة كده كده بتشتغل خلاص لكن إمتى بنحتاج بقى للأدوية المحفزة لجهاز المناعة بنحتاجها لما يكون عندنا حالة مرضية لقدر الله بتقول لنا أن الطفل ده أو الطفلة دي لقدر الله عندهم مشكلة في المناعة فبيبقى ده جزء من العلاج يبقى برضو عشان نحسن بقى الملف خالص الباودر الخاصة بالمناعة ليست علاج وقائي ولكنها علاج دوائي يتم وصفه في حال تأثر جهاز المناعة بشكل سلبي عند الطفل أو الطفلة وبالمناسبة الأدوية المحفزة للمناعة برضو عاملة زي مصلة أم في الوانزة بتاخد وقت علشان تشتغل يعني مش بناخدها وتعطي أثرها على طول لا بتاخد وقت فعشان كده هي بتبقى جزء من علاج طويل أو علاج متكامل بيبقى الغرض منه تحسين وضع المناعة للطفل ده أو للطفلة دي اللي زي ما قلنا إيه عنده مرض في جهاز المناعة